بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص الوصلة اللي قدام حضراتكم في الصورة طيب الوصلة دي بتستخدم في ايه ده اللي احنا هنعرفه النهاردة مع بعض اول حاجة نصلي على سيدنا رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام تاني حاجة وزي ما حضراتكم واضح قدامكم وصلة ساتا ويو اس بي اغلب الناس او معظم الناس حاليا ممكن يبقى عندها هارد ديسك زي ما حضراتكم شايفينه في الصورة ومش عارف يفرمط الهارد ديسك ده ازاي طيب نيجي للمشكلة التانية اللي بتواجه الناس معظم الناس حاليا ما عندهمش كمبيوتر فممكن يكون متوفر عند حضراتكم لاب توب تقدر تفرمط الهارد من خلال الوصلة دي عن طريق اللاب توب طيب ازاي هوضح لحضراتكم بالتفصيل الممل طبعا الوصلة اللي معانا النهارد زي ما حضراتكم شايفينها هنفتح الوصلة ونبدأ نشوف الوصلة بتشتغل ازاي او بتوصل ازاي على الهارد علشان نقدر نفرمط الهارد بشكل سليم وخلي بالك مش شرط ان انت جايب الوصلة دي يعني علشان تفرمط الهارد انت ممكن تكون جايب الوصلة دي علشان توصل الهارد خارجي هنعرف ازاي نفرمط الهارد من خلال الوصلة اللي حضراتكم شايفينها في الصورة طبعا الوصلة زي مواضحة قدام حضراتكم فيها مدخل ساتا زي الهارد بالزبط او زي كمبيوتر بالزبط ده المدخل اللي بيركب فيه الهارد وكل حاجة هعملها قدام حضراتكم عملي في الفيديو وطبعا الـ 2 USB بتقدر تركب الـ 2 USB في مداخل الـ USB اللي موجودة عندك في اللابتوب طيب وصلت المدخلين في مداخل الـ USB اللي موجودة في اللابتوب بتيجي بعد كده بتوصل السوكت ده في مدخل الساتا اللي واضح قدام حضراتكم اللي بيكون موجود في أي هارد هتوصل الكونفيرت في الهارد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده واللي اتنين يو اس بي هتبدأ توصلهم في مداخل اليو اس بي اللي موجودة في اللابتوب طيب هل كده الهارد هيبدأ يقرأ معي على اللابتوب لا لسه فيه خطوة مهمة جدا فيه الأدابتور اللي هو بيكون 12 فولت الأدابتور بيكون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه في الصورة ده وطبعا ده بيكون شكل السوكت الخاص بالأدابتور طبعا الأدابتور ده عادي زي أدابتور الريسيفر زي أدابتور الروتر أكتر من شكل مختلف لكن الوظيفة بتكون واحدة أهم حاجة أن يكون في بيانات الأدابتور اللي مكتوبة عندك على الأدابتور نفسه يكون 12 فولت بعد كده بتوصل الأدابتور ده في الكهرباء عادي خالص وبتبدأ توصل السوكت ده في المكان الخاص بيه اللي موجود في الكونفيرت زي ما حضراتكم شايفين المكان ده هتوصل فيه السوكت بتاع الأدابتور اللي 12 فولت وهتبدأ توصل اللي 2 USB اللي موجودين عندك هتوصلهم في اللابتوب بشكل بسيط وبشكل سهل هيبدأ الهارد يقرأ معاك على أي لابتوب بالشكل ده أو بالطريقة اللي احنا شرحناها لحضراتكم في الفيديو ده وهتبدأ تفرمط الهارد أو تقسم الهارد أو تعمل فيه اللي انت عايزه المهم ان بالطريقة دي هتقدر تظهر الهارد عندك على اللابتوب حبيت اوضح لكو الطريقة دي لان اغلب الناس أو معظم الناس ما عندهاش كمبيوتر فاغلب الناس عندهم لابتوب فالوصلة دي هتوفر عليك كتير جدا وهتقدر توصل الهارد عندك بدون أي مشكلة وهيقرأ معاك وتقدر تفرمطه أو تقدر تعمل فيه أي شيء انت عايزه اعتبر ان انت موصل فلاشة على اللابتوب هيظهر معاك عادي خالص بدون أي مشكلة بس مش اكتر حبيت اوضح لحضراتكم وظيفة الوصلة دي لان بتظهر اعلانات كتير للوصلة دي فحبيت اعرفكم ايه الوظيفة اللي بنقدر نستغلها فيها او بنقدر نستخدمها ازاي خلصت حلقتنا ما تنسوناش بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وانتظرونا في كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته